السلام عليكم البنات اتمنى تكونوا بخير وعلى خير اليوم اجبت لكم احد الفيديو جديد الفيديو سوف نرى ثاني جديد من مركادونا سوف اصورت لكم حاجاته و سوف اصورت لكم واحد المنتج الذي نرى منه المغربة والبنات سوف نرى منه والبنات سوف نرى منه حلوف هذا المنتج نرى من الناس و شفت الناس يوكلوا منه المهم في اخر الفيديو سوف نشارك معكم المهم انا سوف نشارك معكم الصور و لا تنسوا تبارتاجوا الفيديو باش الناس يعرفوا و يردوا بالهم من هذا المنتج ولا بغيتوني نبقى نحط لكم بحلقة المنتجات اللي كيكونوه كمحرمة وتكشيوه الناس لا يردوش اليوم البل معلكم غير تخليوا ليه في الفيديو في الكومينتار والتحت وهذا و لا تنسوا و لا تنسوا و لا تنسوا اول منتج هو هذا الماسك هذا الماسك يدروا في الصيف يعني هذا الفريسكو يعني تنسوا و لا تنسوا و يمكنك و يدخل الورق 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 و تنسوا و نشرح لكم ايضا يمكنك إضافة 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 هذا المسكة البرو و المهمة طين الأزرق هذا المسكة البرو و المهمة هذا المسك يأتي مع جميع أنواع البشرة البشرة الجافة، البشرة الدهنية، البشرة المختلطة، البشرة الحساسة كما نقول لهم الطين، يأتي مع جميع أنواع البشرة و أخبرتهم لكم لماذا؟ حيث تفكرت أن تضعني بهم هذه المرأة التي لديها الكلينيكا التي قدت لديها أختي و قلت لها أن أختي لوجه دي لك أي شيء يجب أن يكون حساساً كثيراً قلت لها أن نصحك في المسكة أو أن نصحك بالبرو أي نوع من البرو، بردي أو بلانك أو أسور لا أريد أن يكون ببرو المهم، كما قلت لكم المرأة، ستكون في ميركادونو يعني ليس جديد وأنا كنت شاركتهم معكم شاركتهم معكم في القناة هذه المسكة التي قلت لها في ميركادونو و إذا كنت ترى الفيديوهات ستكون في القناة المهم، كما قلت لكم أرداد أربو 75 لا يقلل أربو 50 هنا سنرى المسكة من المسكة التي يقولون أنها أختيح سناء البشرة جفة لا أعرف كيف سناء كما قلت لكم في الكلينيكا سنرى المسكة أم لا يكونوا جيداً أو أرسية المهم هذا البنات يجب الناس الذين لديهم بشرة جفة لديهم زيت أرغان المهم الناس الذين يريدون ترطيب يأخذوا هذا البروذة وهذا البنات لا يكون ديمة يعني لا يكون ديمة نرى ميركادونو قليل فاش نرى و هذا البنات يكون محطوط ماء يقدرون أخرى هذا المهم هذا زيت أرغان لا نرى بشرة دونية و مرة مرة فاش نلقع المهم الأربنات كما قلت لكم هذا زوين بشرة و كما قلت لكم هذه الأرسية فاش نديرهم فالبشرة نحسي وجه ديالي نحسي بحال نقيم بشرة نحسي بحال بشرة نقيمة نقيمة عن عمق يعني البشرة ديالي كان نقيمة فلقد تدرت هادو باروذة نشفوه و نقسلهم و احتى هادو كي تجبدوا ذاكو البيلوف كانوا يقيموا البشرة ديالي مزيان ولكن لقد كان ذاكو البيلوف بحال ذو كي جربت بريمور جاركت معاكم هادو كيدروني بزاف الجزيالي إلا كانوا يسقون مزيان المركادونا بجلاطين يجب تسجيله بجلاطين لديك البشرة الحساسة سوف نرى الصابون الذي كان حماق عليه الكثير من المركادونا الذين لديهم البشرة دونية ويجبون الحب سوف ننصحكم البشرة وهذا واعر وعر كنت أخذت الصراحة في الأول بجج أورو و تسجيله ودابا ندروا لي 4 أورو بيل زادوا لي في الثامن ذاك اللي كنت أخذ في الأول كان البشرة ودابا ندروا لي البشرة لكن لا علاقة يعني لماذا يزيدوا لي في الثامن يعني من جوج أورو وسميته حتى لربعة أورو المهم هذا يجب أن أخذ دائماً كي يحيد الحب من الوجه هذا لا يصلح للناس اللي عندهم الوجه دونية لأنه يزيد لكم وجهكم ولكن تغسلوا بهذا الناس اللي عندهم البشرة دونية يأخذوا الكريمة دونية على شكل جيل الكريمة دونية حتى هي عندي حيث الناس اللي عندنا البشرة دونية لا يجب أن ندروا كريمة دونية كريمة دونية كريمة دونية حب في وجهنا أعفتي هذا اللقام هذا يجب أن تتبعها كي يصفى وجهكم لا يكون هناك نقطة ديال الحبوب ويكون قين 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 سنرى من ذلك المنتج وهذا خصوص هو المنتج هذا الخصوص Youtube دونية جميع هذا خصوص يحيط على البنات الجميع المنتج 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 أنه جميع العيوب المنتج قبل أن تخدموا كريمة الأساس ولا هذا المنتج 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 هنا هنا مكتوبة ردوسي امبرفكسيونيس بوروس بحل مفتوحين عندك المسام ديال وجهك متقب مفتوحين وعندك دوكل الخطوط الراقيقة في البشرة اللي كيكون عند الفوم في الجبهة فاش كتدير الفندوتان كتباني بحل عندك مية عام هذا شنو كيدير كتدير الى البشرة ديالك قبل ما تدير الفندوتان كتدير الخدمة دياله ك confident بحل لك العباشرة ديالك ليسا مافياش مفتوحينيس مافياش شوائب مافياش شكاعل ذاك شقع اللي كرين إليه فاش كتدير الفندوتان وكاولي وجهك بحال يعني وجهك في بزاف ديال ديال امبرفكسيونيس اي حاجة عندك بحال متلا دوكل الخطوط الرقاق اللي فاش كتكون نيكتدير الفندوتان ك بقالك ووجهك في دوكل الخطوط الرقاق عندك تدير يجب عليك المسام تفتح اي امبرفكسيونة عندك في البشرة ديالك تدري هذيك البريباسيه الاولى سوف نجربها عن جيل هي الشكل جيل ايه ما فيهاش كولور وكتدري على البشرة ديالك البلاس للمسام كامل لك شي او كدفو او تبقي شي شوية عاد باش كتدري فوندوتان ديالك الوجه ديالك يبان ليسو وعندي حتى من مركة سيفورا هنا بنسبة الناس اللي عندهم البشرة حساسة دائما كيقولوا لي يا ما انا عرف شنون ديالك حساسة تقولي حمره ودكشي عندكم هات جيل ديال الجيل جيل ديال الجيل خاص بالناس اللي عندهم البشرة ديالك حساسة تحمر بسرعة في الصيف دبا تقولي لكم كامل حمره كتر حساسة كدري شمس تقولي حساسة اي حاجه هادا وقدر جامع الجيل تحسي بالوجه ديالك حساس بزيف هذا هو جيل بوجهك الناس الذين لديهم البشرة حساسة و لغام كل هذه الناس الذين لديهم بشرة حساسة مثل هذا الجيل و السيرومات و زوية الوجه و الكريمات و كم ذلك عندهم البناء لغام لغام كل هذه الناس الذين لديهم البشرة حساسة و تتعلمون لهم منتشح الروسة في الوجه ده بغدين دوزون شوفوا هذا ميست هذا أو هذا الماء هذا ديال الورد نسلي كي سوولوني بزاف كي يقولوني أبغينا أقوى هذا الروسة سفين غادي نشريه و ما الورد لكن هذا الشيء ستبعكم في شكان خرج جديد كي يدير بشي ثلاثة أورو خمسين باش كي يدير هذا الماء الورد و يجي صغير كتشده كتسوطي في القطن و كتسوطي على وجهك من بعد ما كتدير الماكياج ولا تقدري تديره قبل ما الماكياج ولا قبل ما تنعسي و الماء الورد أنا ماشي مضير للبشرة المهم هذا ثاني على صورتوليكم حيث ذاك النار اللي كتفدي كلينيكا رعب تيرا درتليها درتلي هذه الأسئلة ديال الصحافة يعني جميع السؤال حطيتوليها جميع الأسئلة كي كلموا ليها باش نستافدوا باش نجي نفيدكو قالت لي احسن منتج للبشرة هو المالورد قالت لي يشد المالورد و تبقى يديره في القطن و دائما دوزي على وجه ديالك قبل ما تنعسي فاشتفيقي دائما المالورد دوزي على البشرة ديالك وهذه المعلومة هذه التهية فاتني و انا اصلا كنت عارفها و دائما كنت أقولها لكم في القناة المالورد أبنات رهزوين البشرة و دا بغد اندوزو البنات باخر فيديو غد انهضروي على هادو البنات المملحات اللي كي يجيوه عامرين كانين بزاف ديالناس اللي غي يسحبو مش عامرين غير بماطيشا كيسو آتون بحال هذاكش لا ضوزي البنات عامر بالحلوف كانين ناس كي ياخدوا منه و ماء عارفين شمش ا كباله مانا كي男ان. كانين ناس كي يأخذوا الحاجات وم exponㅠㅠ مما عارفين ش مساكنين يكون هنا فيما يكونوا مساكن و هذه المدرر الصغر غايكونوا البوم الصغر غايكونوا الولاد صغر غايكونوا ناس اللي جينه مازال ما عارفين سبرنيونيوني يجب أن يأخذ هذا النوع لا يجب أن يأخذه حيث هذا النوع في الحلوف لماذا تدوره من اللور؟ وعندما تلاحظ هذه الكتبة لا تلاحظها لا ترى واحد كتبة صغيرة ومكتبة فيها سيردو مكتبة هكا ليس كود مكتبة فيها الحلوف مكتبة سيردو طبوعات ما في اللور لماذا هذا الموامل حيث عمرين بالحلوف وذلك الشيء اللي جيت نصورتهم لماذا؟ حيث أريد أن نأخذ هنا شيء حاجات وبدأت أن نقرأ أريد أن نقرأ كل حاجات أو حكا أو حلال أصلا أن المملحات كان حمق عليهم ولكن صراحة مع مري ما قلت هذا فش دورتهم جيت نقرأهم ولقيتهم مملحات كل حاجات بشعامرة فش دورت اللور ونلقاهم فيهم الحلوف ومشيغر هدو ركني وحدين تاني تحت رحتهم مكتبة فيهم وردوا لهم البال المهمة لن تتمنع أعجبكم فيديو ولا أعجبكم لا تسوش للاياكات وشكرا لكم وبسلامة حتى الفيديو الجاي إن شاء الله بسلامة بسلامة